رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن في الشرع صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده هو رسوله ثم أما بعد لا زال الحديث متصل حول مكونات العملية التعليمية للطفل إذا أردنا حقا صناعة الطفل الكرآني إذا أردنا حقا بناء الإيمان في داخل الطفل إذا أردنا حقا أن نفتح بينه وبين الكتاب الله سبحانه وبحمده فإحنا محتاجين نراعي مكونات هذه العملية التعليمية وزي ما قلت إلى حد كبير إن المنهجيات أهم من أحد المعلومات والأصول أهم من التفاصيل وإحنا وكأننا بنحاول ندي تثقيف في هذا الباب المهم للأسف الشديد اللي بنجد البعض يعني اتخذه مهنة لا مهمة ورغم أنه قد اتخذ حرفة لكن الأسف الشديد حتى ما تعملناش معك ما تعمل مع الحرفة من ناحية إتقان ما يتعلق بها من معلومات أو مفاهيم وما يتعلق بها من مهارات طيب أنا النهاردة الحقيقة أعايز أتكلم أو أفتح الكلام في موضوع مهم جدا وهو موضوع صفات المعلم يمكن في الحلقات الماضية إحنا بنحاول نتكلم عن بعض الأمور اتكلمنا عن المسار هيمشي إزاي في العملية التعليمية لغاية البلاغ والتعاهد والتعليم وكل الكلام ده أعايزين نكمل الحديث عن بقية المكونات فطبعا رمانة الميزان حجر الزاوية في العملية التعليمية هو المعلم وأنا هنا لما أقول المعلم أنا مقصدش المحفظ بتاع الكرآن اللي حضرتك جابه لابنك ولا المحفظة اللي حضرتك جابها لبنتك ولا أقصد المعلم اللي في المدرسة بس اللي بيدي له مثلا حسر الكرآن الكريم أنا أقصد لأي حد هيبقى في منبر التعليم والحقيقة أول حد بهذا المنبر الأب والأم الوالد والوالدة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي الحقيقة يعني مش هكدب على حضراتكم وأنا يعني ربما كنت في الأول أقول إن السبب في اللي بيحصل مثلا لأطفالنا أو بيحصل في مجتمعنا ده هو البيئة اللي مش مناسبة أو الظروف اللي ليست كما ينبغي لكن في الحقيقة يعني أقدر أقول بملء فاميه إن الأب والأم يعني هم المسؤول الأول وهم للأسف الشديد أحيانا المتهم الأول في اللي بيحصل ده هم المسؤول الأول وخلوني أقول معلش بدقة أكبر الأم كمان لأن 80% من احتكاك الطفل في هذه المرحلة من حياته بيكون بأمه ففي الغالب الأم دي لما ما تكونش صاحبة هم ولما يعني أنا كنت أقول سبحان الله من أعظم مشكلات الأمة أن لا تكون صاحبة هم ما تكونش صاحبة هم ولما الأمة دي ما تكونش شغلها القضية وما تكونش عندها المهارات طبيعي الأطفال هتطلعوا شكلهم عاملت زي لأن طبيعة الحياة الآن إن في الغالب الوالد بيكون منشغل على الأقل نصف اليوم برا البيت على الأقل نصف اليوم برا البيت وحتى لو موجود في البيت ما بيقدرش يتحمل الاحتكاك الكثير بالأولاد في حين أن الأم يعني سبحان الله أعطاها الله سبحانه وبحمده قوة وطاقة فيها توليرابيلتي عالية جدا على أنها تقدر تتحمل الكلام دا وتأمي فالشاهد أن الاحتكاك الأكبر هو مع الأم وفي نفس الوقت الأم دي لابد أن تكون مهيئة عشان كده أعداءنا يعني للأسف الشهد إحنا مش منتبهين لكده إنهما اكتهدوا في ضرب الأسرة وفي ضرب الوالد والوالدة على التحديد العلاقة ما بينهم واكتهدوا أكتر وأكتر وأكتر في ضرب النساء أو ضرب الأمهات على التحديد لأن لو هو نجح أنه يفسد يعني هذا المكون الخطير من مكونات الأمة هو عارف إنه يترتب عليه فساد كبير في هذه الأمة وخصوصا في الأجيال النشاء والأجيال الصعادة وما يتعلق به عشان كده والله من أوجب الواجبات وأفرد الفرق فيه رأيي في هذا الزمان إن الأمهات تتلقى تكوين زي ما مثلا الدول الغربية كده بتخليها تتلقى تكوين فيما تعلق بصحة ابنها وتردع إزاي وترعاه إزاي طبيا وإزاي تقوم برعاية جيدة للأبدان إحنا المفروض يبقى فيه زي دورات وكرصات ودبلومات وأمور تلزم بها الأمهات علشان تتعلم إزاي تقوم برعاية الإيمان إزاي تقوم برعاية الوجدان مسألة دي في غاية الأهمية وأنا يعني معلش أنبه أخوات الفضليات من الأمهات إن يعني بعض الفضليات من الأمهات ممكن تقول إيه أنا مليش دعوة أبوهم اللي مسؤول أنا وهم في رقابته هو حر يعني المرأة عليها مسؤولية زي الرجل طب أنا هقولها بشكل أكثر وضوح إن أهر ده حضرتك لو إن ابنك ده مريض مرض شديد ووالده ما سألش أو أهمل هتسيبي يموت مش ممكن تسيبي يموت أنت بترى إنك مسؤولة عن عن سلامة الأبدان فيما يخص أولادك زي الأب ويمكن أكتر ومش ممكن تقصري في مواجهة أو مكافحة أو معالجة أي شيء يهدد سلامة أبدانه طب ليه لما يجي الموضوع للسلامة الإيمان إحنا بنقول مناش دعوة إحنا كده كده مش مسؤولين أمام الله رغم مثلا إن الفقهاء قالوا إن الأم مسؤولة عن المسألة دي زي مسؤولية الأب بالضبط هي راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها هترعف إيه يعني رعية في البيت في إيه في الحلل والأطباء والكلام من ده مع البيت اللي فيه أولاد هي راعية فيه وقلنا كتير جدا مرارا وتكرارا إن رعاية الإيمان هم من رعاية الأبدان والمسؤولية عن الإيمان ينبغى أن تقدم على المسؤولية عن الأبدان دي مطلوبة دي مطلوبة بس لازم ننتبه للمسألة دي المهم فأنا لما أقول معلم أو معلمة أنا أقصد الأب ابتداء أقصد الأم خاص جدا أقصد المعلمين والمعلمات كل دول إيه الصفات اللي إحنا محتاجين نتحلى بها علشان خاطر إحنا نقدر نمارس عملية عملية تعليمية كرآنية جيدة للطفل المسلم إيه اللي إحنا هنبغى أن نتحلى به طيب خليني أقول لحضراتكم ابتداءا كده على المصدر من أين نأتي بالصفات اللازمة يمكن يعني أنا بقول بعض الفضلاء والفضلات يقول أنا بقرأ في العلوم التربوي وبروح وبعمل وبود وشوف مصففات طب أنا بسأل سؤال يعني بسيط جدا النهاردة أنا سأباشر عملية عملية تعليمية والتعليم ده هو للوحي أو القرآن الكريم والتعليم ده يخص المعاني بشكل رئيس طيب سؤال هنسج على من والمين يعني لو حبنا نلخص في عبارة واحدة مهمة أو وظيفة الأنبياء صفوة خلق الله ووظفتهم كانت إيه باختصار شديد ووظفتهم ببساطة شديدة ببساطة شديدة كانت تعليم الوحيد بلاغ رسالات الله إلى الناس وحبنا نختصر وظيفة خير خلق الله حبيبنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو حبنا نختصر في عبارة واحدة هو كان معلم للوحيد مبلغ لرسالة الله منذر وده يعني لم يترك لتوقعتنا ولا تخيلتنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قال إنما بعثت معلما ميسرة ولم أبعث معنة ولا متعنة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن نفسه أنه بعث معلما بعث معلما إن بعثته كانت أصلا لارتقاء بالناس ليخرج الناس من الظلمات إلى النور كما أخبر ربنا وقال إنما بعثته لأتمم صالح الأخلاق فهو النبي صلى الله عليه وسلم دي بعثته ودي وظفته ودي مهمته وكذلك كان أنبياء الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أجمعين عليهم السلام كانت هذه وظيفتهم طيب أمني يجي نبص النهاردة أنا يبقى عندي هذا المصدر ثم أعرض عنه أو أزهد فيه إلى غيره لا حال الله يخسران وأي يخسران غبن وأي غب يعني عندي المصدر ده أعرض عنه إلى غيره ولذلك من الحاجات التي في رأي هي في غاية الأهمية قراءة سيرة الأنبياء من زاوية تعليمية نصيحة جماعة نصيحة نصيحة النهاردة أنا أريد أن أقوم مقام أنبياء الله فالطبيعي إن أنا حاول إن أنا أتحلى بصفاتي أنبياء الله الطبيعي إن أنا لما بسلك سبيل أو أسلك طريق بشوف لإمام فيه حد يسبقني حد أتابعه فيه فالنهاردة أنا حايز أتابع مين مين يبقى قدامي يعني أمامنا هؤلاء الكرام وبعد كده الوحد فينا يعرض عنهم إلى غيرهم ولا يتخذهم قدوة طيب ده مش اختيارنا كمان ربنا يقول طيب يبقى الأنبياء المفروض هم على رأس هذا الطريق إحنا نحطهم أمامنا نسير وراءهم وده مش مش مننا يعني تفضل لا لا أحسب عاقلا لا يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأبه أمي صلى الله عليه وسلم ربنا قال لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم مش قدوة النبي أسوى بأبه أمي صلى الله عليه وسلم طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة في هذا الطريق طيب بناء عليه بناء عليه أنا كمعلم محتاج صفات أجيب من هنا يعني أمامي هؤلاء خير المعلمين في التاريخ لم يمر على يعني على صفحة التاريخ ناس أفضل من دول في التعليم ككل على المستوى الشخصي صلاحا وعلى مستوى الغير صلاحا طيب ما فيش أنجح من الأنبياء طيب إذا كنت بقى كمان الميدان اللي هعلم فيه هو الوحي أن أنا بيعلم القرآن يبقى أكيد أنا ملزم ملزم منهجيا مضطر منهجيا إن أنا أنسج على من واليه وأسلك سبيله وأنظر ما فعله وأفعله ولا سيما إذا كان الله سبحانه وبحمد ذكر هذا الذي فعلوه على وجه المتح وعلى وجه الثناء فدي وصية ضمنية لنا يعني مش لازم يا جماعة ربنا يقول اعملوا كذا لما تيجوا تعلموا وتعاملوا بالطريقة الفلانية لما تيجوا تقوموا مش لازم يعني قلنا قبل كده من أساليب التوجيه غير مباشرة في القرآن الكريم وهي الأكثر يعني الأساليب التوجيه غير مباشرة هي الأكثر من الأساليب دي أن يذكر أن يثني الله سبحانه وبحمد على فعل عبد منها بهذه يذكر حال المحسنين وحال المسيين قصة علينا قصة يخبرنا بحدث تم فده المفروض أنه مصدر يا عم إحنا عارفيني الكلام ده عارفينه ما أنت ما ديش اللي بتتكلم في حاجات معروفة يعني مشكلة نحن عارفين التحدي اللي أكبر من كده ماذا بعد أن عرفنا يعني سامحوني مين مننا مسك مثلا القرآن الكريم وجاب قصة سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم كلها وممكن مثلا يستعين بكتاب زي كتاب الدكتور صلاح الخالدي رحمة الله عليه اللي هو في قص الأنبياء كتاب لطيف جدا هو ما بيخشش في إسرائيليات وبيقتصر على اللي جاء في القرآن والسنة الصحيحة وبيشرح الآيات من خلال كتب التفسير الموثوقة فاتبص كده على قصة سيدنا إبراهيم كما جاءت في القرآن الكريم وتبص عليه بس هتنظر لقصة سيدنا إبراهيم كما جاءت في القرآن الكريم من زاوية التعليم وتقول آه سيدنا إبراهيم في الموقف الفلاني مع ابنه سيدنا إسماعيل عمل كذا أيوة وعمل كذا أيوة وعمل كذا أيوة عمل كذا وتيجي مطلع 1 2 3 4 5 6 7 من صفات المعل بعد كيها تمسك سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وتجيب قصته وتنظر إلى قصة موسى الكريم في القرآن الكريم من زاوية التعليم وكذلك في قصة سيدنا نوح وكذلك في قصة سيدنا هود لوت وهكذا والله الذي لا إله إلا هو هتوفر لك يعني تراث ضخم مش بس بقى كوصايا مصطورة وصايا منظورة هتوفر لك تراث ضخم أنت تنسج علام واله وتقيس عليه في العملية التعليمية وهذا المصدر قلنا بيتميز بحكتين يعني أنه القرآن الأمان والاتزان أنت آمن أن الأسلوب ده سليم والاتزان أنت آمن أن الأسلوب ده لا فيه إفراط ولا تفريط فحاجة عظيمة جدا أنا آسف النهاردة الناس اللي قامت مقام الأنبياء اللي قامت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الوحي ليه ما أعملوش كده لذلك أنا بقول لا يحل في رأي منهجيا مش منحية الحلول الحرام لا يحل منهجيا لا يحل تعليميا تزكاويا ترباويا لا يحل الإنسان ويقوم مقام الأنبياء وما يقرأش سيرتهم ويطلع منها ما ينبغى عليه فعله يستلهم منها ما ينبغى عليه فعله وخصوصا في هذه المسألة فعليش ما حدش يقول لي ما الكلام ده احنا عارفينه يا دكتور انت هتخترع ما أكيد طبعا الأنبياء قدوتنا لا أتم نيجي نشوف بقى نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في مقامات التعليم عمل كده يعني هو كان بينتفع جدا بالقص التي تقص عليه سيدنا من المسعود بيحكي مثلا انه في موقف من الموقف كان بيكلم الصحابة في مسألة فأغضبه بعضهم في واحد قام كده أغضب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى حمر وجوه الشريف فان شدت الغضب النبي صلى الله عليه وسلم طب صبر نفسه بايه طب يتعاون مع الموقف ازاي فسيدنا من المسعود بيحكي لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قارئ السير إخوانه من الأنبياء كان قراءها قراءة تحليلية وكان مطلع منها دروس عبر فجاء في الموقف ده السعفة وهذا الموقف الصحابة نفسهم السيدة عايش على صغر سنها عشان بس نشوف ان هما مكادش علاقتهم بالقرآن ان هما حفظين الألفظه خلاص الكلام ده كان في حادثة الإفكة هم نتكلم تقريبا على ستة هجرية ستة هجرية النبي بنا بها في المدينة على تسعة هجرية هم نتكلم على عمرها خمستاشر سنة تقريبا خمستاشر سنة عمر صغير ففي هذه السنة الصغيرة لما حصل ما حصل في حادثة الإفكة أخبرت بما تم فقالت لا أقول إلا كما قال وأنسيت اسم سيدنا عقوب قالت لا أقول إلا كما قال أبو يوسف والله المستعان على ما تصفوت لا ده هي فهمة الآية ومش فهمة الآية بس ده هي تفكرت فيها وكانت قادرة على أنها تخذها هنا وتنتفع بها تنزلها على هذا الموقف تسقطها على نفسها في الموقف ده يعني استعملتها هنا فإحنا النهاردة سير الأنبياء والصالحين اللي موجودة عندنا دول ليه إحنا من طلعش منها الصفات التي ينبغي أن تكون للمعلم وخصوصا أن كل واحد فيهم بيبقى تميز بحاجة واضحة جدا مثلا سيدنا نوح تميز بالصبر باستفراغ الوسعي في النصح فنشوف ناخد منه صفة ناخد من سيدنا إبراهيم صفات ناخد من سيدنا هود صفات ناخد من سيدنا شعيب صفات يعني ناخد الصفات دي ده مصدر مهم جدا مصدر مصطور ومنظور مصطور كلام مكتوب ومنظور إن إحنا بنشوف أشخاص قدامنا هون تجسدت تلك القواعد المصطورة في صورة منظورة صورة الأنبياء والرسل اللي عملوا الكلام ده لو صح التعبير طيب عندنا برضو مصدر تاني الصحابة الكرام الصحابة الكرام كانوا معلمين ونشوف إزاي سيدنا عبد الله سيدنا عمر بن الخطاب مثلا وكيف كان يتعامل مع الأطفال وكيف كان يهتم بهم وكيف كان يعلمهم يعني تحديدا سيدنا عمر كان لي في الباب ده باع كبير فدي أول نقطة أنا محتاجة أتكلم عنها وهي مسألة المصدر ومسألة إن أنا حط قدواتي ما احترام يمكن تلاقي النهار ده فلان يقول لك صفات مش عارف إيه وصفات إيه وصفات إيه من الضروري إن أنت تشوف صفات دول الأول ده مصدرك يعني إحنا كنا حريصين بفضل عز وجل مثلا في مالجي المتدبر الصغير إن كل ما يخص العملية التعليمية حتى صفات حتى صفات المعلم إنها تخرج من السنة النبوية لإن إحنا عندنا تراث زاخر إحنا للأسف الشديد مقصرين فيه بل مش أقول بقى الصحابة لو كملنا بقى العكاة في التابعين في تابع التابعين الأمة حتى لها تراث ضخ في مسألة التعليم والتعلم طيب المهم فدي أول نقطة أنا بس محتاج أكد عليها وهي إن ده مصدر عندي في صفات معلم بل والله ما هو أبعد من ذلك هناك صفات المعلم القرآني الأول من الخلق يعني من علم القرآن هو الله سبحانه وبحمد ربنا قال عن نفسي علم القرآن طيب أول معلم قرآني من الخلق هو جبريل صلى الله عليه وسلم وأول معلم قرآني من البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم فمثلا لما نتابع صفات سيدنا جبريل في القرآن الكريم هناك جدنا ربنا بيخبرنا بصفات الصفات دي ينبغي أن يتحلى بها معلم القرآن الكريم مثلا في سورة النجم ربنا قل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى صفات إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين كثير من الصفات مذكورة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذه الأمور مهمة حتى صفات سيدنا جبريل كمعلم أول التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة مواقف سيدنا جبريل نفسها كمواقف تعليمية تحتاجوا مواقف سيدنا جبريل تحتاجوا إلى تحليل تحتاجوا إلى تحليل إلى 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 تأصيل تحليل تعليل تنزيل تفعيل المواقف المواقف دي كلها تحتاج للكلام ده عشان إحنا نقدر ننتفع بيه مصدره مصدر فيه الأمان والاتزال طيب فدي المسألة الأولى مسألة المصدر المسألة التانية إن إحنا لابد أنا كمعلم أحدد دوري بالضبط يعني يعني أنا كنت دايما أقول لمعلمة المتدبر الصغير أقول لها حضرتك مزكية مش مؤدية مزكية مش مؤدية يعني حضرتك كنت أقول لها كده حارك ببساطة نائحة ثاكلة مش نائحة مستعارة مش بتمثلي نائحة ثاكلة مش نائحة مستعارة يعني العرب عندهم مثل كده يقولوا ليست النائحة الثاكلة كالنائحة المستعارة يعني اللي بتنوح عشان هي ثكلت بفقد ابنها مش زي اللي جاية هي تنوح عشان خاطر توسيها دي نائحة مستعارة او ابضى عشان تيجي تنوح واذا ايه زي ما في حد بيجي كده يزيط الفرح ويهيص الفرح في واحدة جاية تيجي تزيط الموت وتهيص الموت وتصوت يمي وتصوت شمال فللأسف لايست النائحة الثاكلة كنائحة المستعارة الانسان اللي بيقول الكلام اللي خارج من قلبه يخرج هذا الكلام من قلبه حيا فيحيي غيره اما ذاك الكلام الميت الذي يخرج يعني لا يخرج من قلبه لانما يخرج من لسانه فانه يخرج ميتا والاموات لا يحيون الاموات فما خرج من القلب وصل الى القلب وما خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان فهذا الشخص فرق كبير جدا لما يكون المعلم او المعلمة لما بيتكلم عن الله بيتكلم عن حد يحبه ويعظمه ويشتاق إليه لما يتكلم عن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى واضح قد هو بيحب سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقديه هو مشتاق لسيد النبي صلى الله عليه وسلم وقديه هو بيعظم سيد النبي صلى الله عليه وسلم أهربها لحضرتكم لو أنت حضرتك بتحب والدك جدا 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 أو بتحب أمك جدا جدا محبة رهيبة ومثلا أنت لا ترى والدك الآن يعني مثلا توفي صلاة يرحم امواتنا وامات المسلمين وان يحفظ اباءنا وامهاتنا توفي مثلا مثلا انت هو في سفر فلما بتقعد مع ابنك وبتكلمه عنه بتتكلم ازاي يقول لك بابا انا ملاحظ ان انت بتحب جد جدا بابا ملاحظ انك بتحب جدتي جدا بابا هو فلان ده انت تعرفه منين وايه قصته بتتكلم عنه ازاي انا دايما كنت اقول سبحان الله هو احنا اولادنا احب بعض الاشخاص ليه يعني ممكن مثلا ابنك احب صديقك ده ليه احب مثلا والدك ليه احب والدتك ليه احب اخوك ليه احب اختك ليه من ايه من حديثك عنه في عامل تاني وحضور الشخص ده في حياتك بس عامل مهم هو حديثك انت عنه بتتكلم عنه ازاي انت ازاي بتحب وبتعظم وبتوقره ولذلك بفضل الله عز جل من الحاجات العظيمة اللي موجودة في البيئة المسلمة اللي بعض الناس ربما ما يلتفتش يقديه العظيمة ان ولادنا بيحسوا احنا بنحب ربنا وبنعظم ربنا بنعظم النبي صلى الله عليه وسلم بيشعروا ان احنا بنعظم الكتاب العزيزي الكرآن الكريم وده ازاي ما قلت من ادوار الاباء والامهات اللي ممكن لقريت الناس تحتسب فيها وممكن لا يلتفت اليه ان ابنك حسنك بتعظم ربنا بتعظم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظم الكتاب العزيز فهو اوتوماتيك بدأ يعظمه كمان بقى لما يلاقيك بقى مهتم بيه وبتحبه وبتفعله يعني سبحان الله يعني شفت كده صورة يعني معبرة جدا كانت ام مسكة موبايل او هاتف صورة كاريكاترية يعني ام مسكة موبايل او هاتف وبنها جنبها مسكة الموبايل والهاتف والتانية مسكة كتاب بتقرأ وبنها مسكة جنبها كتاب بيقرأ فبتقول لها انتي ازاي خلتيه يقرأ يعني اقنعتي ازاي انه يقرأ فهي قالت لها الكلام ده ما بتقلش يعني الكلام ده ما بتقلش فعلا هو زي ما بيشوف بتعملي بيعمل زي ما بيشوف والده بيعمل بيعمل فالشاهد اللي انا عايز اقوله ان ازاي النهاردة وانا بتكلم عن الله اللي يسمعني يحس فان انني اعظم الله سبحانه وبحمده ان انا فعلا احب الله سبحانه وبحمده ان انا اجل الله سبحانه وبحمده ازاي ازاي حس ان انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي اعظم النبي صلى الله عليه وسلم ازاي احب كتاب الله اعظم كتاب الله ازاي احب الاسلام ازاي ان انا عايش الاسلام وفخور بانتمائل الاسلام يعني هذه الاشياء ما بيؤدهاش واحد بيمثل او واحد بيؤدي احنا عايزين واحد مزكي هو يشعر بهذا الكلام من ذاق عرف ومن عرف اغترف لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابة الا من يعانيه يعني الانسان اللي عنده الشعور ده وعنده الحسده بيؤدي بشكل متميز جد عشان كده كنت دايما نقول احنا مش عايزين مؤدي احنا عايزين مزكي حضرتك لا ينبغي انك تكون كل دورك انك مؤديها لا المفروض انك تكون مزكية ممكن بعض الادوار التعليمية يقوم بها انسان اصلا كافر ومش مسلم خالص يقوم بها حد ليس على دينك لكن الفرق ما بينك انت وما بينه الروح التي تسري في هذه العملية التعليمية الروح التي تسري فيها تحيلها امرا اخر تخليها حاجة تانية خالص حاجة مختلفة مش الحاجة المألوفة او المعتادة ولذلك سبحان الله اخلاص المخلصين صدق الصادقين محبة المحبين تعظيم المعظمين بتطفي على العملية التعليمية بها كده يعني يحس ولا يوصف يشعر ولا يقال بتطفي عليها كده سبحان الله بها عجيب جدا بيبقى في جاذبية رهيبة جدا سبحان الله ولذلك من الحاجات المهمة من اوائل الوصاية من اوائل الصفات في رأيي ضرورية جدا للمعلم او المعلمة ان يكون مؤديا ان يكون مزكيا لا مؤديا ان يكون مزكي وان انا كن فاهم فاهم ان انا انا مزكي يعني ايه مزكي انا مستوى بكويس عملية التسكية ان يكون مدرك ان انا مش دوري بس الزرع انا دوري النزع والزرع مش دوري بس التربية انا انا او التنمية انا دوري كمان التصفية مش دوري بس التربي انا دوري كمان التبري مش دوري انا بس ان انا احليه انا دوري كمان ان انا اخليه واجليه مش دوري بس ان انا اطوره انا دوري كمان ان انا اطهره ابقى فاهم ان انا ينبغي ان امكن واحسن واحسن ابقى فاهم ان انا ينبغي ان اتمم وأرمم وأدعم وأدوم وأقوم أنا أفهم أني دي دي أدواري أنا مش حد أنا مزكي وأنا بقول دايما أن المتعلم أحوج إلى التزكية منه 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 إلى مسألة التربية أحوج إلى التطهير منه إلى التطوير لازم نفهم ده ومش فكرة أنك هتضيف له حاجة تضيف له حاجة دي ممكن تيجي منك أو من غيرك بس الإنسان المعلم على الحقيقة المربع الحقيقة هو اللي بينزع من نفسه تلك الأشياء ولذلك في الدعاء العظيم دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لهذه الأمة ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يعني كان حتى رشيد ردر يعني رحمة الله عليه يعلق على الكلام ده بما في حواه أن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل علماء علماء أن مجرد تعليم الكتاب والحكمة مش هيؤدي المراد لو ما كانش هذا التعليم هدفه ومقصده هو التزكية تزكية الأنفس تربيتها على الفضائل وتبريتها أو تبريئتها من الرذائل ده مهم جدا يعني هي دي الفكرة أن ده حاجة ضرورية أني أفهم أن أنا أنا مزكي مش مؤدي أفهم القضية دي بشكل واضح أن أنا مزكي مش مؤدي ولذلك بناء عليه بناء عليه تيجي بقى النقطة التانية اللي أنا حاب أتكلم فيها وهي مهمة جدا وهي ما استعنى على إصلاح طلابنا بمثل إصلاح أنفسنا ما استعنى على إصلاح أبنائنا بمثل إصلاح أنفسنا أسأل لي في غاية الأهمية نحن مش هنستعين على إصلاحهم بمثل إصلاح أنفسنا يعني ولذلك الإنسان اللي بيتكلم في شيء هو كابده وعايشه وبذل فيه وضحى لأجله غير الإنسان اللي بيتكلم في كلامه ولم يكابده ولم يعايش ولذلك سبحان الله كنت بقول عمل الإنسان بما يتكلم به أو يدعو إليه بيطفي على كلامه بها عجيب وبيدي الأداء بتاعه قوة ما نقدرش مش عارف تتأسم بإيدي فيبقى هو نفس الشخص ده بيقول كلام وده بقول كلام زيه بالضبط يعني بس لا كلام ده مؤثر ويقع في القلب ويليه دور وده سبحان الله لا يكون كلامه كذاك فدي مسألة مهما نحن مش أكتر شيء نستعين به على الإصلاح الصلاح دي مسألة مهمة مش عايزين نكون قنطرة قنطرة نسأل الله العافية يعبر الناس من خلالها إلى الجنة ثم يلقها بيها في النار نسأل الله العافية عايزين احنا لما نصلح نفسنا لإن يا جماعة لإن يا جماعة التأثير بالأفعال والأعمال والأحوال أبلغ ملايين المرات من التأثير بالمزعم والأقوال يعني الأثر اللي احنا هنتركه في نفس المتعل بأفعالنا بأعمالنا بأحوالنا بخلالنا صفاتنا يعني ده أبلغ ملايين المرات من الأثر اللي احنا هنتركه بأقوالنا فلذلك ما استعنى على إصلاح غيرنا بمثل إصلاح أنفسه ما استعنى على إصلاح غيرنا بمثل إصلاح أنفسه ولذلك أنا كنت دايما نقول سبحان الله وليه الأمر اللي المفروض هو يربي ابنه على معاني كتاب الله ليه هو ما يكونش عنده ختمته الخاصة ختمة الفهم الخاصة بتاعته ختمة الوصائل الخاصة بتاعته ختمة المحبة الخاصة بتاعته ليه ليه أنا النهاردة أول احتكاك بالتعليم ليه أنا فين أنا من الكلام ده ليه ما عنديش ورد قراءة بتفهم وتدبر ورد استماع لكتاب الله عز وجل ليه ما عنديش ورد صلاة حتى ولو بصفحة من كتاب الله دي مسألة مهمة جدا يعني دي مسألة مهمة ان الانسان ما ينبغي ان هو في الاخير يكون قنطرة يعبر عليها الناس ثم يلقى به فما استعنا على اصلاح غيرنا بمثل اصلاح انفسنا دي مسألة مهمة جدا يا جماعة ومسألة ضرورية مسألة ضرورية في صفات الانسان ده في صفات الشخص اللي هيعلم ان انا كن حريص ان انا شخصيا الكلام ده اتخلق به واتحلى به يعني مرة اخ فاضل بنا احفظه كان بيقول لي دكتور انا لي عشر سنوات باعلم الكرآن الكريم بحفظه يعني فاوصيني قلت له بص يعني انا اوصي نفسي وياك بالقاتل كن على يقيم ان مش هيغني عنك انك علمت انسان مليون انسان الصلاة وانت لا تصلي انك كتبت مليون كتاب في الصلاة ونشرته في الناس وانت لا تصلي هذه جهات مفكة يعني ايه قلت له يعني دلوقتي انت ممكن تعلم الولاد دول معاني كتاب الله او مبانيه وتعلمهم العمل به وانت لا تعمل يعني ده مش هيغني عنك لان ده فرض وده فرض دي جهة ودي جهة والجهة دي مش هتغني عن الجهة دي فدي مسألة مهمة لازم انتبه لها جمعة مسألة يعني ان الانسان ينشغل بغيره على حساب نفسه انا بقول للاباء للامهات للمعلمين للمعلمات دايما سبحان الله كنت في كتير من دورات يقول اخلعوا عباءة المسئولية لان فيها وقال كتير جدا احنا جايين مش شغلنا حتى نفسنا وكأن معانا سك امان وكأن معانا سك امان يعني انظروا الى اول من تسعر به النار هو قال قرأت فيك القرآن وقرأت وتعلمت فيك العلم وعلمت فكنت اقوم به انا الليل وانا النهار يعني على مستوى الجهد في التعليم ورايح وجاي ومش عارفيه بذل بذل جامد جدا بس هو كان عنده مشكلتين مشكلة في النية ودي مشكلة اساسية انما تعلمت اللقاء العالم وقرأت اللقاء العالم واترتب عليها كمان مشكلة في المنهجية لانه لما سئل ماذا عملت فيما علمت ماذا عملت فيما علمت لم يوحد جوابا كان ذي اجابته اصلا فلذلك لابد ننتبه الاخوة المعلمين بتوى القرآن الاخوات المعلمات بتوى القرآن الاباء الامهات لازم ننتبه ان احنا نفسنا احنا نفسنا هنسأل سؤال خاص عن نفسنا وان جالنا باب اجري من هذا الخير اللي احنا فيه وان كان لله يعني ما كانش في حظ نفس لو جالنا باب اجري منه ده ده يعني مالوش علاقة بمسألة الوزر اللي هو المرتبط بان الانسان نسأل الله العافية هو نفسه ما عملش الكلام لا يوصلي وعلم مليون انسان الصلاة يعني مش هيوسأل عنه هو كونه لا يوصلي هل ده يشفع ليف ده لكن يعني مسألة نوع لا يوصلي هي دي القضية ان انت النهاردة عايز ابنك يعمل بكتاب الله وعايز يتزكى بكتاب الله وعايز المتعلمين اللي عندك يكونوا احسن وعايزهم وعايزهم وانت فين من الكلام ده ما استعناه على اصلاح ابنائنا بمثل اصلاح انفسنا وخصوصا الاطفال لان الاطفال اعينهم معقودة على الاباء والامهات على المعلمين والمعلمات بيشوف اللي انت حرك بتعمله وكمان هو بيمثله بينفذه على طول ولذلك ما استعناه على اصلاح ابنائنا بمثل اصلاح انفسنا ان شاء الله لنلقاء متجدد مع صفات باذن الله المعلم وده ان شاء الله نتعرف عليه في الحلقة القادمة اقول قولي هذا واستغفر الله ليولاكم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن في الشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصبح حياتي قرآن